إذن حين وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على نصوص الوثيقة الدستورية انتبذ الحزب الشيوعي السوداني من أهله في الحرية والتغيير مكانا شماليا معتبرا فرح السودان بأنه عودة للثورة المضادة بكل جراحاتها وأحزانها ومن يومها نافح شيخ اليسار في السودان عن مواقفه وحيدا مخافة الارتداد للنظام البائد الذي أرادت له الثورة أن يكون البالي وذلك بالتذكير الدائب والدائم بأن الحل في البل وليس في الهبوط الناعم إذن لكن وبصورة مفاجئة نقض الشيوعي غزل قراره القاضي بعدم المشاركة في كافة مستويات السلطة الانتقالية بإعلانه الموافقة بأن يكون أعضاءه في حالة حضور على مستوى التشريع فبأي حال عاد الرفاق وهم الذين فارقوا الوفاق عقب إعلانهم في خضم الثورة شعار يم السمر كوركتلك عل المتاريس الحمر قبل المطاميس توصلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 بالنسبة لنا أيضا ولكن كنا بنلاحظ أنه أي حياد عن مطالب الجماهير الواردة في مواسق والحرية والتغيير وفي النهاية في الإطار بتاع الهدف العام اللي هو بسموه البديل الديمقراطي يعني بتبدأ من تنفيذ مطالب الجماهير اللي من أجلها قامت السورة مرورا بالمطلوبات بتاع الفترة الانتغالية في شكل قضايا عندها أولويات قضايا السلام العدالة وفي النهاية إنعقاد المؤتمر الدستوري هذه هي المطالب وهي هذه هي الوجهة السياسية اللي نحن في الحزب الشعوب نفتكر أنه ملزمين لأنه وقعنا على البديل الديمقراطي ووقعنا على الوسيقى بتاع القوى الحرية والتغيير ولابد من حمايتها ولابد من تشجيع الحكومة في أنها تستجيب لمطالب الجماهير طيب أستاذ صالح أيضا بعيدا عن التشريع سنعود إليه مرة أخرى هناك اتهامات للحزب الشيوعي بأن مواقفه من الثورة تمثل كانت في السابق مناوشات لحلفائه داخل الحرية والتغيير حزب الأمة مؤتمر السوداني بعض الشخصيات رأي حزب الشيوع السوداني في الموازنة كلها مواقف من وجهة النظر البعض أنها قد ألبت المواطن العادي على الحكومة ثم من بعدها تشاركون تعلنون رغبتكم أو عدم ممانعتكم في المشاركة في المجلس التشريع حتى دون تقديم اعتذار للحلفاء أما أن الأمر لا يحتاجوا لاحتذار هذا هو العمل السؤال يكون كالآتي نحن في البداية حقنا أتعرف أنه لأول مرة في تاريخ السودان السياسي قدر الحزب الشيوعي وحلفاء وقوة سياسية ومنظمات الجماهير أنه تخلق أوسع تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث وهي تمثلت في قوة الإجماع مروراً بكل الأشكال الحاضرة في الساعة السياسية وانتهاءاً بقوة الحرية والتغير هذا التحالف نحن مدركين تماماً أنه ده طيف واسع من القوة السياسية والتنظيمات الجماهيرية ذات المصالح المختلفة والمتباينة أحياناً لكن كحد أدنى اتفقنا في تغيير النظام عن طريق العمل السلمي اللي بدت يعني بالنسبة لينا عن إحنا كشيوعين من البيانة الأول في 30 يونيو مروراً بكل الهبات الجماهيرية في سبتمبر 2013 ولحد ما وصلنا يوم 16 يناير 2018 بخصوص الميزانية الحزب الشويومي من ممبر المستغل نقدر يعني ينظم موكب سلمي كان فيها حتى الشعر سلمية سلمية ضد الحرامية وهذا الموكب التفى حوله الناس كل حلفاء الأورياء وتغيير لكن أستاذ صحيح قدموا ما قدموا قدموا ما قدموا نحن مدركين تماماً أنه هذا الطيف من الأحزاب السياسية عندنا كان في الوقت لحد الآن أنه النظام البائد يزول مش رأس النظام لكن في الآن توجد تحديات كبيرة في أنه تصفية مؤسسات النظام المؤسسات النظام القديم في شكل مؤسسات وفي شكل أشخاص موجودين في مواقع السلطة الحزب الشيوعي طلع بيانات أثناء السورة و يتهم أنه هو الحزب الشيوعي يعني يعني بصرف منفرد بالعكس نحن كنا اكتشفنا واكتشفت اكتشفت الجماهير أنه موقف الحزب الشيوعي كان هو الأصح عندما قاومنا فكرة أنه الثورة يجب أن تكون ثورة تستكمل أهدافها بمعنى انتقال السلطة للمدنيين ده منطقة بتاع الصراع لكن بأي حال من أحوال دخلت عوامل منها داخلية وخارجية ومنها مصالح بعض الحلفة معانا في قول الحرية والتغيير كانوا يفتكروا أنه العساكر شركة في السورة هم الآن شركاء في نفس الحكومة التي ستشاركون فيها هم شركاء بحكم الواقع لكن بالنسبة لنا من ناحية التغيير ليسوا شركاء لكن ت supercom من ناحية الواقع ستشاركون في المجز نحن نحن نتعمل مع الواقع إسمح لي انتم من ناحية الواقع ستشاركون في حكومة أيها بها مكون أسكري ستشاركون في المجلس التشريع يعني ستشاركون مع المكون أسكري قررنا نشارك لكن نشارك في إطار سياسة الحزب وقرارات الحزب اللي هي إذا حتى المجلس العسكري أو المجلس التشريع مش في اتجاه تنفيذ مطالب الصور نحن نقول يس منتاز نحن بنشجع الحكومة أنها أهم شيء أنه ما تحيد عن مطالب الجماهير مثلا زي الميزانية المعروضة الآن بذلك 2020 نحن مع الجماهير إنه هذه الميزانية هي ميزانية مطابقة لميزانية 2018 إذا ما كانت أسوأ وكذلك 2019 الآن نحن نناضل إنه هذه الميزانية بهذه الكيفية لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال لأنها هي معتمدة على وصفات البنك الدولي والصندوق الدولي ويعني الكلام حول إنه رفع الدعم للتوقيت ما مناسب مش الموضوع التوقيت المسألة الموقف المبدئي المبدئ في السياسات حكومة المرحلة الانتقالية إنه نحن في الحزبة شويرنا نفتكر إنه لازم يحصل مفارقة لخط ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا من موقفنا المستقل يعني أنتم ضد رفع الدعم نعم طيب كيف هي علاقتكم بمكونات الحرية والتغيير الأخرى الآن؟ ما أنتم ستشاركون الآن ما نحن ده صراع سياسي فيها يعني هل هناك صراع سياسي لا؟ عصومة نحن أحزاب سياسية والصراع سياسي موجود ولابد من الاعتراف بأنه فيه برنامج الحد الأدنى المتفيين حوله لكن فيما عدا ذلك كله مكون فيه هو الحرية والتغيير عنده مشهد نظر في بعض القضايا وده شيء طبيعي جدا ونحن ما منزعجين من هذا برنامج الحرية والتغيير هو الحد الأدنى الآن؟ هو الحد الأدنى ومواسيق الحرية والتغيير هي الأدنى اللي بتلزمنا أنه نشتغل مع شركان في التحالف العريض البعض يقول أن اختياركم المشاركة في المجالس التشريعية وأنتم الذين ظللتم طيلة الفترة السابقة تنادون بما ينادي به الشارع الشارع يقف ضد رفع الدعم أنتم تقفون ضد رفع الدعم تنادون بالإصلاحات الاقتصادية السياسية ما إلى ذلك لكن الآن أنتم في وجهة نظر البعض قد فارقتم بعض مما ينادي به تنادي به المناطق البعيدة تحديدا دعني أكمل السؤال تحديدا فيما يخص عملية السلام وأنتم تعلمون أن بعض حركات الكفاحة المسلح رهنت عملية السلام أو تشكيل المجلس التشريعي باكتمال عملية السلام البعض يرى أن ما فعله الحرية والتغيير هو ذات ما فعله بعض من مكونات الحرية والتغيير وهو صب الزيت في النار ما فعله الحزب الشيوعي صب مزيد من الزيت على النار لا بالعكس ويباعد من عملية السلام لا لا بالعكس نحن مع السلام ابتداء لكن عندنا الرأي في أنه عندنا التجربة والتجارب في الاتفاقات السلام المجزة اللي ما أفادت أبدا يعني أي منطقة من مناطق الصراعات والنزاعات عندما وقفنا المبدأ أنه صحيح كل هذه المناطق عندها خصوصيات في قضايا مرتبطة بطبيعة الصراع هناك لكن نحن في رأينا أنه بقدر الإمكان يتم التشاور أوسع في أنه أي عملية السلام إذا كان ذوي المصلحة الحقيقين ما ممثلين بطريقة مناسبة أعتقد أنه يكون السلام منقوص ما يجري الآن بغض النظر عن مآلات ما سيحدث لكن الموضوع السلام بيحتاج لمزيد من المشاورات والمشاركات الخاصة بعد الاستعدادات التي شفناها من القاعدة عبدالعزة الحلو من عبدالواحد أعتقد أن حكومة الفترة الانتغالية محتاجة أنه تدي موضوع التشاور مع القاعدين عبدالعزة الحلو وعبدالواحد مزيد من الجهة سواء كان في إطار ما هم بطرحوا أنه ممكن يجي الخرطوب هذا خيار أنا أعتقد أنه بيجي القبول من أطراف مش داخلية فقط أطراف داخلية وخارجية نحن في عملية السلام أو في المشاركة في البرلمان لا يعني أنه إن عزلنا من الجماهير بل بالعكس نحن عندنا الفرصتين أنه من منابرنا المستغلة مع الجماهير في الخارج ومن داخل البرلمان وعندنا تجارب قبل كده سأبقى برضو هل يمكن الجمع بين الاثنين فنياً؟ يمكن الجمع بين الاثنين أنه ممكن تطرح بعض القضايا قضايا الجماهير التي تشكل أولوية بالنسبة للجماهير ممكن تطرح داخل البرلمان ورغم التركيب المعقدة جداً اللي ما معروف إنه هي حتكون كيف شكل البرلمان الجديد حيكون كيف نتيجة الكمة الهايلة من قوى المعارضة اللي المفروض يتمثلوا في البرلمان وفي مقاعد محدودة ولكن أيضاً ننتظر هناك أيضاً أسئلة أنه المواعيد المقترحة لغيام البرلمان أيضاً فاتت أعتقد يعني وهناك أسئلة كثيرة هل فعلاً البرلمان الانتغالي سيتم تشكيله في المواعيد المحددة وبالشروط المحددة كل هذه التحديات ماذا تعتقدون أنتم في الحزب الشوي هل سيتشكل البرلمان الانتقالي؟ ما عندنا لكن في حال تم تشكيله أنتم لا تمانعون في المشاركة لا نمانع إنه إذا كان هل تسعون لتشكيله سريعاً؟ بالتأكيد لأنه دي واحدة من المطالب بتعسورة إنه يكون في فصل بين السلطات يعني وجود البرلمان ضروري جداً في الفترة الانتغالية طيب كيف يتم حق الحركات؟ حق الحركات دي هل لديكم تصور في الحزب الشوي ما عندنا تصور إذا كان الحركات جاتوا بيجات جزء من حكم الفترة الانتغالية ضروري أنه يكون عندهم تمثيل داكة البرلمان إذا أشعر وإذا لم تأتي؟ إذا لم تأتي طبعاً دا مسألة مختلفة يعني معناها مرتبط بعملية سلمية كلها لكن إحنا بنتوقع أنه إذا تم التوقيع على اتفاقات السلام منه الحركات المسلحة الممثلة في يعني كأطراف في أي اتفاق طبيعي جداً أنه يكون عندهم ممثلين داخل البرلمان القادم هناك البعض من يتحدث عن وجود حالة من لنسميها التملمول في أوساط الشباب من سياسات الحرسة القديمة التي تصمد بأنها غير دائمة للحكومة الانتقالية ووجود وأيضاً هناك حالة انفصال من الشباب والقيادات القديمة رأيناها في عدد من الأحزاب السياسية لا نريد أن نسمي ربما الحزب الشعي ليس استثناء هناك جيل جديد يفكر بطريقة مختلفة طبيعي جداً طبيعي جداً أنه الشباب يكون عندهم يعني مطالبهم وتصوراتهم شباب الحزب شباب الحزب نعم زي وزي أي شباب أي أحزاب يعني مش شباب الحزب الشعي السوداني لكن الدير أكيدوا لك أنه الشباب الحزب الشعي شي المميز أنه نحن عندنا حسا الطلبات كثيرة جداً من الشباب بخشوا الحزب يعني بطلبوا الدخول في عضوية الحزب الشعي السوداني صراع موجود وأي حزب ما فيه صراع داخلي أنا أعتقد أنه ده حزب مفروض يراجع نفسه لكن ما وصلنا مرحلة دي أنه فيه فيه مراكز بتاع الشباب والناس المتقدمين في سنه ما فيه كلام من النوضة أصلاً لكن فيه تباين في وجهة النظر لكن الحزب عنده مركز واحد وقراراته موحدة وملزمة للجميع وأعتقد أنه نحن فيه وضع مناسب معقول يعني العود إلى ملف السلام هذا يعني قبل أن نختم البعض ينتظر دور أكبر أين الدور الأكبر للحزب الشعي في دعم عمليات السلام؟ أين هو الحزب الشعي في عمليات السلام؟ عمليات السلام لأنها هي أصلاً بالنسبة للحزب الشعي السوداني زي ما أنا ذكرت لك أنه عندنا تصور لعمليات السلام مخالف لما يحدث؟ مخالف لما يحدث سواء الآن يعني أنتم ضد ما يحدث سواء؟ مش ضده إحنا لو العملية الماشية جابت نتائج إيجابية إحنا نكون من أسعد الناس ولكن بالطريقة الماشية بأهل الأمور في منبر التفاوض أعتقد أنه هناك تحديات وغالبا منبر جوبة ما هيجلب السلام الشامل ما الذي يمكن أن يجلب السلام الشامل؟ السلام الشامل يستديعي أن السلام ما يكون مجزع ماذا تقصد بمجزع؟ المسارات يعني؟ لا مش هذا المسارات دي ذاتها خاطة بالنسبة لهم لأنه ما في تفويد ال فوض منه أنك أنت تعمل بمسارات وأهل المناطق التي تعملت لها مسارات ده ما رأيهم ولا رغبتهم أنا أفتكر أن العملية السلمية أكبر من كده كثير العملية السلمية أنه يكون في خطة لسلام بيسموه سلام شامل لكل السودانين خاصة مناطق الصراعات اللي هي كردفان نيلة نزرق دارفور وربما شرق السودان في الفترة الأخيرة أوه شمال حتى هذه قضايا عندها يعني علاقة بموروس يعني قديم جدا من بعد الاستغلال القضايا لم يتم مناغشتك بالطريقة المطلوبة يعني قضايا عالغة نحن بنسميها قضايا عالغة عشان أنت تعمل يعني عملية سلام محتاجة أنك تخاطب جزر الأزمة الأزمة الوطنية السياسية الشاملة في السودان وهذا ما لا يتم كيف ما هو تقييمكم لمن قضى من عمر الثورة في الحزب الشوية تقييمنا أنه في تحديات في تحديات كثيرة وفي إنجازات برضو حصلت يعني إلغاء حتى لو جزء لبعض القوانين زي غانون النظام العام حصر الغوانين المطلوب إلغاء تكوين لجان التحقيق بغض النظر إنها وصلت وين لكن برضا هناك تحديات موجودة كتير في قضايا حقيقة تحتاج يعني فعلا من الحكومة الانتغالية أنه التأخر فيها مش حاجة يعني 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 أنا أعتقد أنه مخاطبة قضايا النزاعات المسلحة زي ما شفنا في الجنين في بورسودان يعني أنه الحكومة تكون عندها برنامج محدد جدا في مخاطبة هذا النوع من التحديات الموجودة أنا أعتقد أنه الثلاثة سنة طبعا هي غير كافية تحلحل كل مشاكل السودان العالقة لكن المطلوب من الحكومة يعني يعني تحدد سياسات معروفة وملموسة ومعلومة للناس وما ضروري أنه يقطعوا كم مسافة في اتجاه تنفيذ هذه السياسات لكن المطلوب هو توضيح سياسات محددة للناس عشان الناس تكون عارفة والشعب السوداني سيصبر إذا كان شايف أنه فيه يعني خطة واضحة ومنسجمة مع المطالب مطالب الثورة شكرا جزيلا أشكرك جزيلا شكرا السيد صالح محمود عضو لجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني شكرا على حضورك وعلى إفاداتك شكرا جزيلا هذا نكون وصلنا إلى ختم هذه حلقة من دائرة الحدث نشكر كل الذين تابعونا على الهواء مباشرة عبر الشاشة ولكل الذين تابعونا أيضا عبر خدمات البث الحي المنتشرة على المنصات الاجتماعية المختلفة والذين تتبعونا دائما واسم البرنامج دائرة الحدث والذي يجدون عبره كل ما يتعلق بحلقات برنامج دائرة الحدث يمكنكم أيضا متابعة هذه الحلقة بعد انتهائها على قناتنا على يوتيوب سوداني 24 تيفي كما يمكنكم التواصل معنا وإبداع آرائكم وتعليقاتكم عبر المنصات الاجتماعية المختلفة في أماننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة